وأول سؤال معانا الأستاذ عرابي من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أبو أسراء يا شيخ عمر أهلا وسهلا يا أبو لو أنا لسه فاكر يعني أنت حضرتك أنا كنت دائما أكلمك من ننجيريا أنت ليك مؤبين جتير في ننجيريا الله يرضى عنك ويبرك فيك ويحفظك يا سيدي أنا افتكرت افتكرت حضرتك وتشغل في البترول أيوة صح إزاي حضرتك وإزاي الصحة على أسر يا شيخ عمر أنا أول حاجة اسمح لي أن أنا أشكر بس القايمين على البرنامج الله يبرك في حضرتك الله يبرك لهم وكمة الأخلاق وكمة الاحترام والحمد لله أنا بفتح التلفزيون في الإمالية الأسرة الكريمة بتلفتها حوالين التلفزيون فالحمد لله يكي شعبية في ننجيريا كبيرة الله يبرك في حضرتك يا رب ويحفظكم يا رب ويديموا عليكم الخير والبركة وكويس أنت بترمضان في مصر بقى طبعا طيب ربنا يبرك لك إن شاء الله ربنا يجعلك وأنت ومن تحب إن شاء الله ونحن معكم ندرك ليلة القدر وإن شاء الله ربنا ينور قلوبنا ويجعل رمضان ده يعيدوا علينا عواما عديدة ويجعلوا بارك لنا فيما بقية من رمضان ويجعلنا من أهل ليلة القدر آمين يا رب سعيد بسمع صوتك الله يخليك هو سؤال بس على طول كده صوت دليفاني أنا فيه كان حاجة نقض بحتين كده فأنا أجلهم عشان بعمل حاجة للمائدة طيب فمسموح أنا مش مسموح بس مش أكتر ولال آه أنت بتقول عشان التعجيل بفعل الخير لا الزكاة لمصلحة الفقير آه يعني خلينا نقول إن حتى في الزكوات أنا ممكن أخرج الزكاة أخرج زكاتي وبعدين أعملها في شكل شهريات مثلا الفقارة إذا كان ده في مصلحة الفقارة بس لازم أخرجها من مالي إذن إذا كان التأخير ده في مصلحة الفقير لا بأس إذا كان التأخير ده لمصلحتي لا خلينا نخليها نعجل بداية لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب التعجيل بالخيرات إن شاء الله مش شكري يا دكتور عمر أنا قطر ألف خيرك والناس ما تنسناش بس في الدعاء وتشكرنا بس القائمين على البرنامج يا رب شكرا اللي حضرتك شكرا اللي حضرتك ألف شكرا بشوائز أبدا شرفت وتنورت